عندما تمسك كتاب في يدك بخط عثماني ونقوص ذهبية ومجلدات مرتبة عد بالزمان لسنة 728 هجرية حين وفاة الإمام ابن تيمية رحمه الله وكان قد ترك مخطوطات بيده من فتاوى ومسائل وردود وغيرها من كتاباته رحمه الله يعني رجل مات وترك مخطوطات على الأغلب سوف تهمل وتبعثر وتصبح في طي النسيان وفي ذلك قال إمام من أئمة المسلمين يسمى شهاب الدين أحمد بن مري رحمه الله قال والله لي أقيمن الله سبحانه لنصرة هذا الكلام يقصد كلام ابن تيمية ونشره وتدوينه وتفهيمه واستخراج مقاصده واستحسان غرائبه وعجائبه رجالا هم إلى الآن في أصلاب آبائهم يعني رجال لم يولدوا لهم ولا آبائهم سوف يقيمون كلام ابن تيمية رحمه الله وبعد هذه المقدمة سأعرفك على رجل سعودي اسمه عبد الرحمن بن محمد بن قاسم القحطاني كان مهتم بجمع التراث النجدي وتحقيقه وتصحيحه وفي يوم من الأيام كان عند الشيخ محمد بن عبداللطيف ووجد عنده بعض أوراق فتاة وابن تيمية رحمه الله وهنا بدأ الرجل مشروعه العظيم أول خطوة قام بها أنه سافر لحجاز لمكتبة اسمها مكتبة الحرم المكي ووجد فيها بعض مخطوطات شيخ الإسلام وكانت هذه الخطوة الثانية في مشروعه الرجل يملك هم عالية جدا رغم أنه كان مريضا في تلك الفترة إلا أنه سافر للبنان يستحب معه ابنه محمد للمكتبة العامة في بيروت لكنه للأسف لم يجد شيئا وانتبه لأن موضوع البحث هذا لوحده يتطلب جهدا كبيرا ثم بحث في الجامعة الأمريكية ولم يجد شيئا هل توقف مثلا؟ لا طبعا أقول لك الرجل صاحب هم عالية الرجل مسخر لهذا والله بعد أن لم يجد شيئا في لبنان والرجل صاحب مرض أرسل ابنه محمد لدمشق في سوريا وللمكتبة الظاهرية تحديدا فوجد 580 صفحة بخط شيخ الإسلام ابن تيمير ثم ذهب لحماء ولم يجد شيئا ثم للمكتبة الوقفية في حلم فوجد بعض المخطوطات فحملها وجاء بها وأنا أحكي لك فقط شعرت بالتعب بينما شيخنا لم يكل ولم يمل بعد أن عاد ابنه من سوريا طار لبغداد لمكتبة الأوقاف وجمع منها مخطوطات أيضا وبدأ مشروعه يكبر لكن في هذه الفترة احتاج للعلاج وكان لابد له من عملية في فرنسا وهو مسافل لفرنسا توقفت طائرته في مصر واستغل الفرصة لزيارة دار المكتبة المصرية فوجدوا فيها أيضا مخطوطات شيخ الإسلام ثم سافل لفرنسا وأجرى العملية وتماثل للشفاء ولله الحمد قام من العملية للمكتبة الوطنية لباريس فحصل على 13 مسألة وكانت غنيمة عظيم بعد أن جمع الفتاوى والمسائل ومخطوطات شيخ الإسلام فحرصها ووضع أرقام الدول التي جمع منها ورتبها ترتيب عجيب فتجد مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام مرتب من المجلد الأول توحيد الألوهي ثم توحيد الربوبية ثم مجمل اعتقاد السلف ثم الأسماء والصفات ثم الإيمان ثم القدر ثم المنطق ثم التصوف ثم القرآن كلام الله إلى بقية المجلد المفاهرس المرتب بترتيب جميل جدا وهنا جاء دور الطباعة لكي تصرف أموال ضخمة جدا فأمر الملك سعود بن عبد العزيز آسعود رحمه الله بطباعة المجلدات مليون ريال صرفت على مجموعة الفتاوى مليون ريال في ذلك الوقت يا صديقي رقم خيالي إلى أن وصلت مجلدات شيخ الإسلام للشكل الذي تراها الآن أمامك وتحقق قسم الإيمان بن بنري رحمه الله فقد سخر الله رجالا يقيمون علوم شيخ الإسلام بعد كل هذا المجهود السعودي العظيم يمسك داعش كتابا لشيخ الإسلام يقتطف منه نصا يكفر به آل سعود رحم الله عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وجزاه وابنه خير جزاه ورحم الله سعود بن عبد العزيز وجعل عمله في ميزان حسناته هذه السعودية وهؤلاء رجالها لكي نتكلم لاحقا عن شيخ الإسلام بن تيمية وما أدراك ما شيخ الإسلام